أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم التشريع يعني أن تقول فلان شيء حلال وفلان شيء حرام هذا يسمى تشريع لمن الولاية التشريعية نحن عندنا ولاية تكوينية وعندنا ولاية تشريعية الولاية التكوينية كلها بيد الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك لأننا عبيد له وهذا الكون كله بسمائه وأرضه تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى عز وجل فهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يسير كل الكرات ومنها كرتنا ومنها نحن هذه الولاية التكوينية هذا واضح لا شك فيه إلا للمعاند الذي لا يريد أن يقبل الحق هناك أيضاً ولاية أخرى تسمى الولاية التشريعية يعني من هو له الحق في تشريع القوانين هذا النزاع القديم الجديد هل من حق الناس أن يشرعوا لأنفسهم قوانين أو ليس من حقهم هذا بحث طويل في الكتب الحوزوية وغير الحوزوية العلمانيون هم الذين لا يعتقدون بالدين ولا يعتقدون بولاية الله يقولون الولاية التشريعية بيد الناس كيف؟ بأنماط مختلفة إما ملك يحكم بلد وهو الذي يشرع خلص بعد ما يكون لا مجلس شورى ولا مركز لتسنين القوانين لسن القوانين هذه طريقة يسموها الحكومة الاستبدادية يعني ملك حاكم يحكم خلص هو شنو يقول الشعب لازم يقول ايو والله ايو والله هذا طريقة الطريقة الثانية اللي يسموها الديمقراطية اليوم أنه الشعب ينتخب يختار ممثلين لمجلس شورى هؤلاء يقررون القوانين هذه طريقة جديدة وقديمة قديمة كانت هذه اسماء مختلفة كانت له هذه طريقة العلمانيين سيخطأون يصيبون هل تتدخل السياسة فيهم في آرائهم في مواقفهم إذا كبحث آخر هذا هو إما ملك يحكم هو الذي يسن القوانين وإما الشعب ينتخب ومجلس الأمة يختار القوانين المتدينون عندهم رأي آخر هذه الآية التي قرأناها تشير إلى هذا الموضوع الحلال والحرام بيد الله سبحانه وتعالى يعني سن القوانين بيد الله ليش لأن الله هو خلقنا فهو أعرف بمصالحنا هذا هو الله عليم بكل شيء خالقنا رازقنا هو الذي أحيانا هو الذي يميتنا هو العليم الحليم الحكيم العادل هذه الصفات التي نقرأها في العقائد الإسلامية فهو أولى من غيره في زمن الجاهلية كانت فوضة لا كان ملك ولا كان ديمقراطية ولا كان مجلس الشعب كل قبيلة كانت تسن قوانين هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز وإذا كانت هالشكل من تلك القوانين التي كانوا قد سنوها أو قرروها حول الحيوانات الحيوانات الآن نقوله الشريعة الإسلامية تقول كل الحيوانات التي تذكى يعني تذبح على القبلة حلال أكلها إلا فلان وفلان وفلان هناك اليوم في الجاهلية سنو قوانين قالوا بعض النوق جمع الناقة الجمل هذا لا يجوز أكله وبعضها يجوز إلا للخواص يعني للكبار وبعضها أكو آية في سورة المائدة لا بأس أقراها حتى تبين شنو قصدنا من هذه الآية في سورة يونس إشارة إليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله هذه في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة بس نشرح شنو البحيرة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون المائدة آية 103 البحيرة شنو كان يشقون أذن الناقة يجيبون الناقة إذا ولدت خمسة أولاد جابت خمس أولاد هذه بعدين يشقون أذنها وتصير علامة هذه لا يجوز دبحها ولا أكلها إلا لطواغيتهم لكبارهم السائبة شنو السائبة البعير أو الناقة التي أولدت عشرة أو اثني عشرة ولدا كانوا يدبحونها أمام الأصنام فقط قربان للأصنام هذه يسموها السائبة لا يجوز أكلها بس يدبحوها أمام الأصنام الوصيلة الناقة التي ولدت سبعة بطون الحام مادر شنو يعني قوانين من عندهم كانوا يسنون هذه القوانين عندما جاء الإسلام ونزل القرآن على قلب رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الآيات نزلت ومنها هذه الآية التي تلونها في سورة يونس عليه السلام هل من حق طائفة من حق زعيم دولة من حق حاكم من حق مجلس شورى أن يقول هذا الحيوان حلال هذا الحيوان حرام من حقهم أو لا العلمانيون كما ذكرنا يقولون إذا الشعب اختار نوابه وممثليه في مجلس الشعب اجتمعه والأكثرية قالوا أن هذا حلال يصير حلال إذا هذا حرام يصير حرام في زمن الجاهلية قلت لك كانت فوضى كل واحد يسن قانون كل قبيلة الجاهلون في مكة المشركون كانوا يقولون هذه الحيوانات التي ذكرناها في سورة المائدة هذه حرام الله سبحانه وتعالى يقول الحرمة والحلية بيدي ليش لأن لي الولاية التشريعية تشريع القوانين نعم يجلسون في مجلس الأمة يقررون قوانين للسير للترافيق حسب تعبيرنا للأمور العادية هذه ما بيشكال أما يقررون هذا حلال أو هذا حرام هذا مو بيدهم كثير من الدول الإسلامية شيء يسوون في القانون الأساسي اللي نحن أثناء بالعرب نسمي الدستور الدستور يكتبون فيها أو في الدستور يكتبون أنه يجب أن تكون القوانين مستوحات من الشريعة الإسلامية هذا حلو يعني النائب في المجلس ما يقدر يجي يقول بكرة السائبة حرام أكلها الناقة السائبة أو البحيرة مبكة بعد ليش لأن القرآن لم يحرمها ما يقدر يجي يقول مثلا الزنا حلال ما يصير ليش لأنه الله في القرآن يقول النكاح يجب أن يكون بعقد وتوافق وما أشبه وهكذا هذا مزيح لا بأسبب يعني إلى أقل القوانين تستوحى من الشريعة الإسلامية في زمن الجاهلية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله والسلام كانوا يحرمون ويحللون كيف هم وهذه كانت للقبائل يعني قبيلة حرم قبيلة حلل ليش من أدري يعني أنا ما شفت في التاريخ أنه لماذا السائب حرام لماذا البحيرة الناقة البحيرة حرام أكلها السبب ما شفت أنا يمكن أكو أسباب عدهم كمما كانوا يعني يخلون أسباب لها بس كانوا هم يحللون ويحرمون هذه مقدمة لفهم هذه الآية التي تلونها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا رسول الله قل لهم يعني أرأيتم أرأيتم أي مرة أجت كلمة أرأيت أو أرأيتم يعني أخبروني هذا الصلاح بلاغي أرأيتم يعني أخبروني قل أرأيتم يعني أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق الرزق من الله هذه الحيوانات التي بعضها محللة وبعضها محرمة هذه من رزق الله مو من رزقنا يعني إحنا أولدناها البشر خلقت البقرة والغنم والإبل والناقة لا هو خالق فالخالق هو يقدر يقول هذا حلال أو هذا حرام هذا في ضمن الجملة أكو الدليل أيضا ما أنزل الله يعني الشيء الذي أنزل الله طبعا البقر لم تنزل من السماء أنزل دائما يأتي بمعنى النعمة النعم كأنها نازلة من قبل الله سبحانه وتعالى أو بعض المفسرين يقولون لأن الماء ينزل من المطر من السماء فكل شيء كأنه من السماء بس بالنتيجة أنزل يعني أعطى أنعم ما أنزل الله لكم من رزق كل هذه رزق من قبل الله سبحانه وتعالى أنتوا اشتويتوا أيها المشركون فجعلتم منه حراما وحلالا أنتوا بكيفكم قلتم أنه البحيرة حرام السائبة حرام الحام حرام كما قرأنا خب بأي إذن سويتوا هذا الشيء هل أنتم لكم الولاية التشريعية على الناس همزة همزة الاستفهام الهمزة الثانية همزة بداية كلمة الله سبحانه وتعالى الهمزتان تندمجان مع بعض يصير الله يعني أأله يعني هل الله قل الله أذن لكم يعني شنو يعني الولاية التشريعية ليس بيدكم أنتم وليس بيد النبي أيضا الولاية التشريعية بيد الله عندما نقول ليس بيد النبي يعني إذا النبي حرم شيئا أو حلل شيئا مو بكيف يحلل ويحرم بل بإذن من الله يحلل ويحرم لتفكر أنهم نقول الأئمة لهم الولاية التشريعية بل الولاية التكوينية أيضا ولكن هذه الولاية مو من عندهم ذاتا بل من إعطاء الله سبحانه وتعالى قول الله أذن لكم يعني هل الله أذن لكم أنتم مبعوثين من قبل الله تحللون وتحرمون أم على الله تفترون هذا افتراء على الله السائب حرام بأي مناسبة حرام البحيرة ليش حرام أكلها هذا افتراء على الله لأن الله هو صاحب الولاية التشريعية وإنما إذا النبي أو الإمام حلل أو حرام هذه عقيدتنا ترى عقيدة نحن الشيعة أنه إذا قلنا الرسول يحلل والرسول يحرم أو الإمام الصادق بيده الولاية التشريعية مو ذاتا بل تبعا عرضا لأن الله أعطى الولاية التشريعية بيد الرسول فلا يحلل إلا ما يحلل الله يعني إذا شفنا في الرواية مثلا يسم المثال صلاة الصباح كم ركعة ركعة صلاة الظهر أربعة ركعة وهكذا بقية الصلوات اللي نعرف هاي وين موجود بالقرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن فتش ما ك آية تدل على أن صلاة الصبح ركعتان أو صلاة الظهر أربع ركعات وعلى المسافر يصير قصر هذا منين إجيه هذا القانون منين إجيه أتى من قبل الرسول صلى الله عليه وآله الرسول صلى الصبح ركعتين فنحن نصلي ركعتين طيب يا رسول الله بأي ولاية أنت صليت ركعتين أنت حللت وحرمت وسنيت قوانين في الصلاة في الصيام في الحاج في الزكاة في كل شيء من قبل الله سبحانه يعني لأنه رسول ولأنه نبي ولأنه يوحى إليه قد أذن الله له أن يتولي الولاية التشريعية فبعد ما يصير الشرك بعد يعني الآن إذا أي مذهب تسأله ليش أنت تصلي ركعتين وأنه بالقرآن موجود ما كو بالقرآن مو بس هاي ركعتين ما كو تسعين بالمئة أكثر من تسعين بالمئة من القوانين اللي إحنا نحللها أو نحرمها ما موجود بالقرآن من أين أتت من تشريع النبي النبي كيف شرع يعني كيف سن هذا القانون من قبل الله سبحانه وتعالى فالولاية التشريعية أساسا بيد الله فقط وإنما تعطى للأنبياء تبعا عرضا الآية تقول قل الله أذن لكم يعني أنت أنبياء الله أذن لكم مثل ما أذن الرسول الله أم على الله تفترون أنت تفترون على الله التحريم والتحليل بيد الله سبحانه وتعالى الناق حلال أكل خلص أي نوع من الناقة سائبة بحيرة حام وصيلة أي شي أنتوا بأي مناسبة جئتوا حللتوا وحرمتوا خوب هذا انتهينا منه آية صغيرة قصيرة ولكنها فيها ما فيها من المعاني الكبيرة حول الولاية هذه هذه الآيات في الحوزات العلمية تناقش سنوات هل الولاية التكوينية أو الولاية التكوينية بيد ما انتهى نأتي إلى أي أخرى الإنسان إخواني والذين يسمعونني ويرونني عبر الشاشة وأخواتي الله يحفظهم جميعا الإنسان تحت مرصاد الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة إذا واحد ينميها في نفسه وفي عقله وفي إدراكه وفي يقينه حقيقة أموره تتعدل حقيقة نحن بعين الله تحت مرصد الله سبحانه وتعالى إضافة على أنه الله ينظر إلينا ويعاين ويرى كل حركة محركة كل فكرة هذه المهمة أنا الآن أفكر أنه كيف أتكلم الله يدري شلون ده أفكر أنوي نية سواء عملت بها أو لم أعمل بها هذه النية تحت مرصد الله وتحت رعايته وهيمنته إضافة على ذلك مخلي أيضا ملائكة بس هذا أنا نسليني نوع من البروتوكول وإلا هو ما كان يحتاج ملائكة بس حتى الناس شوية يلتفتون في عقائدهم إذا الضوء الأحمر والأخضر في الشوارع ما كانت هذه الأشياء اللي يخلوها للإشارات إشارات المرور ما كانت الناس كانوا شي يسوون يمشون هالشكل بدون أي رادع ومانع ليش الإشارات والناظور والدربين حسب تعبيرنا الكاميرات اللي موجودة هاي ليش يخلوها لأجل المراقبة الله الله أيضا مع أنه عالم بكل شيء وراصد لكل شيء يمخلي ملائكة هذه الملائكة تكتب الرقيب والعتيد ملكان مكرمان من قبل الله الرواية تقول هذول الملكين يتعبون كأنه أنا أقول يتعبون بالرواية ماكوا يتعبون من الصبح إلى الليل في النهار ملكان يجون يقعدون هنا على كتفين هذول بالليل يرحون مرخصي يرحون يرتاحون ملكان آخران يجون من الليل من أول الليل إلى آخر الليل إلى الصباح هذول الشي يسوون هذا يكتب وهذا يكتب هذا يسجل وهذا يسجل هذا يسجل الخير وهذا يسجل الشر ومن نعم الله علينا أنه في الرواية هالشكل أكو هالشكل أذذكر سماعة السيد أعرف حفظه الله أكو أنه إلى سبع ساعات أو إلى فترة سبع ساعات أكو في الرواية إلى فترة هذا على اليسار اللي لازم يكتب الشر ويكتب الذنوب والمعاصي ما يكتبها ما يكتبها يعطي مهلة بعمر من الله سبحانه وتعالى ليش يمكن يتوب هذا العبد الله أكبر من رحمة الله إذا تاب خلص معا ما يكتب إذاك الذي على اليمين يكتب التوبة لأن التوبة عمل خير يكتبها فهذه فهذه تمحة فهذه تمحة بس الله يدري كل شي هذه عقيدة هذه العقيدة هذه العقيدة إذا ترسخت في قلب الإنسان في مخ الإنسان في إدراك الإنسان في قناعة الإنسان يقتنع به المؤمن هذا بعد ما يسوي غلط ما يسوي هذه الآية التي نقرأها تبين هذه الحقيقة العقائدية العظمى هيمنة الله على كل شيء في الدنيا كل شيء في الكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون يا رسول الله هذا من باب أنه الخطاب للنبي ولكن الخطاب للجميع وما تكون أنت يا رسول الله فكيف البقية بعد وما تكون في شأن شأن يعني عمل حالة فكرة أي شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن يعني ما تتلو من شأن من قرآن يعني أنت اللي يا رسول الله حتى عندما تقرأ القرآن نحن دعوان بك هذا أيضا دليل على أن النبي لا يتلو من عنده بل من عند الله لأن مراقب من قبل الله وما تتلو منه من قرآن بعدين الخطاب يروح إلى كل البشر وما تعملون من عمل كل عمل تعملون أيها الناس إلا كنا عليكم شهودا شكرة قوية هذه الآية كل عمل نقوم به مو كل عمل كل نية حتى إلا كنا عليكم شهودا المفسرون يقولون ليش قال إلا كنا الله واحد مو جمع تفسيران التفسير الأول عندما تريد أن تعظم شخصا تأتي بصيغة الجمعة الملك شي يقول يقول إحنا نحن قلنا نحن ذهبنا أتينا وهكذا هذا للتفخيم للتعظيم والتفسير الآخر كنا يعني الله وملائكته ولذلك يأتي بصيغة الجمعة ولا تعملون الخطاب كان أول شيء للنبي بعدين تغير إلى الناس كلهم ولا تعملون أيها الناس أي عمل تعملون به إلا كنا عليكم شهودا الله أكبر هذه الهيمنة الكبيرة العظيمة المستمرة التي لا يفوت عليها شيء أبدا هذه العقيدة إذا صارت عند الإنسان هو يرتاح من ناحية يرتاح من ناحية يبتلي يبتلي يعني يدري أنه كلهم ده يشوفوه الملائكة ده تشوف ده تسجل مراقب الدوربين دائما موجود عليها إذ تفيضون فيه فيه يعني في العمل تفيضون يعني تقدمون الإفاظة يعني الإخدام على شيء وما يعزبه بعدين يقول خلصك بعد ما يريد عمل نية وما يعزبه يعني لا يخرجه لا يتنحى ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض الله أكبر مثقال يعني ما يوزن به ذرة واضح شنو معناته ذرة هذه الذرات اللي موجودة في الفضاء الآن إحنا قاعدين هنا أكد ذراتها تسبح في الفضاء اشوك تتبين لوما نتخلي كوة يعني مثلا سقف بها زرف بها كوة والشمس تسطع شايفين حتما هذا في البيوت القديمة كانت الشكل الشمس تسطع على هذه الكوة النور يدخل من هذه الكوة هذه الذرات الصغيرة التي تسبح في الفضاء يسموها ذرة والعجيب في هذه الآية ذرة إذا نقول أصغر أصغر مخلوق من قبل الله أو لا أما أكو أكثر منه أصغر منه هم أكو ليش يقول ذرة ولا أصغر من ذلك معناته أصغر من الذرة ما أكو الآن دا يكتشفون بعد دا يكتشفون أكو أشياء أصغر من الذرة خب نقرأ الآية وما يعذبه يعني لا يخرجه عن ربك يعني عن علم ربك من مثقال ذرة مو بس الذرة مثقالها أيضا لا يعذب يعني وزنها أيضا إذا الزرة شنو وزنها أصلا حقيقة يصير واحد يوزنها يمكن العلم الحديث يقدرون يوزنها ما أدري الزرة اللي تسبح في الفضاء مثقالة الله يدري به وين في الأرض ولا في السماء أنت نروح إلى كل الأكوان كل المجرات كل النجوم كل الشمس والقمر كل هذه تحت منظار الله سبحانه وتعالى مو بس الذرة ولا أصغر من ذلك يعني أكو موجودات أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين معنى ذلك أننا تحت رقابة الله سبحانه وتعالى هذه الآية عندما كانت تقرأ في مكة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تهز الضمائر الضمائر الحية كانت تعي كانت تؤمن كانت تسلم وتأتي إلى رسول الله وتقبل النبوة والوحي والقرآن والبعض الآخر كما قرأنا في الليالي الماضية ومنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن العنود الجاحد كان يقول شنو هل حجي الآن نفس الشي الآن في عصرنا إحنا دائما نريد نركز على أن القرآن حي نابض مو إحنا نقرأ كتاب تاريخي عن تاريخ الجاهلية والإسلام لا القرآن كأنه اليوم نزل هذا الشكل تصوره في كل عصر في كل قوم في كل حضارة في كل تمدن في كل شعب أكو هذا الشكل من يعتقد بهذا ومن لا يعتقد بهذا المقصر يجازى يوم القيامة والقاصر أمره عند الله سبحانه وتعالى فبعد ما نقرأ هذه الآيات المباركة يصير نوع من التحول في ذهن الإنسان في عمل الإنسان في شعور الإنسان في الأشياء التي يفكر بها حتى ما دام نحن تحت سيطرة الله وهيمنته طيب كعادتنا في كل ليلة الموعظة الأخيرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس من أقام الفرائض فلان عابد شنو يعني عابد أعبدهم من هو بس يؤدي الفرائض هذا أعبد الناس الفرائض يعني الواجبات مو معناة المستحبات موزينها يعني الذي حتما يصلي الصلاة في أول وقتها فريضة هذه يحج عندما استطاع يصوم إذا قدر على الصيام يؤدي زكاة ماله يؤدي خمسة ماله الفرائض هذه الفرائض الموجودة من أعبد الناس من أقام الفرائض هذا يصير أعبد الناس إذا سوى المستحبات أو ما سوى طبعا إذا سوى المستحبات بعد له مقام وأسخى الناس يقوله فلان سخي كريم يبذل منه هذا وأسخى الناس من أدى زكاة ماله يعني الله يقتصر ويرضى بالواجبات فقط طبعا الزكاة يشمل الخمسة زكاة يعني إضافة على ماله وأزهد الناس منه يقوله فلان زاهد ورع تقي منه هذا وأزهد الناس من اجتنب الحرام لا يرتكب الحرام يصير زاهد أزهد الناس يعني الله يكفي أن الإنسان لا يأتي بالمحرمات يصير أزهد الناس وأتقى الناس منه من قال الحق في ما له وعليه هذه شوية صعبة كثير من المنازعات والمرافعات اللي تحدث بين الناس في السوق في العائلة في الأسرة في القضايا الشركة شنو يقول ما له ولا يقول ما عليه الإنسان التقي هو الذي يقول ما له ويقول ما عليه وأعدل الناس منه فلان عادل شنون عادل وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه أنا أحب الخير إلي أو أحب الخير للجميع الذي يحب الخير لنفسه ولغيره هذا أعدل الناس وأكيس الناس منه أكيس وأبو التفعيل من الكياسة يعني ذكي شاطر في اليوم واحد في سوق من الأسواق في بلد من هالبلاد قام يخربط يأكل حرام ما شنون دي زينة على أبوه قلنا هذا ابنك شوية ده يسوي مشاكل في السوق هذا مو زين إليك إذا ممكن ترشده تنصحه قال ابني شاطر هاي شطارة بالسوق اللي يقدر يلعب بالسوق شطارة هذا الرسول يقول الشاطر مو هذا الكيس نحن نسمي بالفارسي زيرانك الكيس الشاطر من هو وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت عجيب ليش لأن عندما يتذكر الموت ما يسوي حرام ما يسوي شيء باطل لا يؤذي الناس لا يغتاب لا يتهم أحدا لا يسرق أموال الناس وهكذا إذا تذكر الموت فلا يعمل القبائع اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرة اللهم وفقنا لما تحب وترلى اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارحم أمواتنا اللهم عظم أجر من مات له من أسرته من الشباب كثير من الشباب ماتوا في هذه الفترة طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر